إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص ما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبره لمن الغافلين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله مبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أعزائي المشاهدين أحبتي في كل مكان نحن اليوم معكم في قصص من قصص القرآن الكريم ونحن اليوم مع قصة ذكر الله سبحانه وتعالى وسمى سورة باسم هذه القصة سورة سبا مملكة سبا أحبتي في الله كانت تعيش في جنوب اليمن أو في جنوب الجزيرة العربية هؤلاء كانوا أقوام أقوية وكان لديهم جيش قوي لذلك قالوا لبلقيس إنا أولي قوة فهم كانوا أقوية يقول الله سبحانه وتعالى في ذكر هذه المملكة قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية مسكنهم وبيوتهم وأرضهم كانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى فكان لديهم السد سد مأرب العظيم الذي كان يسقي الجنتين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال الجنتان كانت عن اليمين على مد البصر وعن الشمال على مد البصر جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له فالله سبحانه وتعالى أرسل إليهم الأنبياء كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور الله عز وجل يمن عليهم يقول بلدة طيبة سماؤهم منطرة أسجارهم مثمرة فكل ما لديهم في خير لذلك يقول الله عز وجل بلدة طيبة ورب غفور فلو عصيتم فهو غفور لهذه المعاصي بلدة طيبة ورب غفور يقول الله سبحانه وتعالى فأعرضوا عن شكر الله أعرضوا عن توحيده وعن عبادته فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم السيل هو الماء الكثير والعرم هو الماء الكثير سيل عرم أي ماء كثير جدا هدم هذا السد الذي كان نعمة لهم أصبح نقمة فدمرت البيوت وطومست الأراضي والزروع فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بدلهم الله عز وجل من هذه الجنتين بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل فالله عز وجل بسبب هذا الكفر بدلهم الله عز وجل عقابا لهم بدلهم بهذه الجنتين بأسجار أثل وقالوا الإثل هو الشجر الذي لا ثمار فيه والخمط هو شجر الأراك وشيء من سدر قليل حتى السدر الذي فيه قليل من المنفعة وهو كثير الشوك فالله عز وجل رزقهم منه الشيء القليل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا فهذا الجزاء وهذا العقاب بسبب عدم الشكر لله سبحانه وتعالى وبسبب الكفر ذلك جزيناهم بما كفروا ويقول الله سبحانه وتعالى وهل نجاز إلا الكفور فلا يجازي الله عز وجل العقاب ولا يعاقب إلا الكفور الذي يكفر نعمة الله سبحانه وتعالى ويقول الله سبحانه وتعالى وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا يقول الله سبحانه وتعالى أن عندهم هذه النعمة أن من سبأ إلى الأرض التي باركنا فيها وهي القدس والشام قال قرى ظاهرة أي كانت هناك قرى كثيرة وظاهرة وقدرنا فيها السير أي أن السير لا يكون طويلا قالوا كان يقيل في قرية ويبات في قرية لتقارب هذه القرى وقالوا كانوا لا يحملون معهم لا زاد ولا ماء وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم وَجَعَلْنَا قُرَى ظاهرة قُلْ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَا وَأَيَّامًا آمِنِينَ كذلك هناك الأمن لهم في الطريق فلا لصوصة ولا سراقة ولا قتلة فيمن الله عز وجل عليهم بهذا الأمن قُلْ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَا وَأَيَّامًا آمِنِينَ فقالوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وفي قراءة بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا الإنسان بطبعه ملول فهم ملوا من هذه النعمة وملوا من هذا الأمر بتقارب القرى فقالوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثا ظلموا أنفسهم بالكفر وظلموا أنفسهم بهذا الدعاء فجعلناهم أحاديثا للناس فجعلناهم أحاديث فكانوا يتحدثون عنهم ويتسامرون في الليالي عنهم ويتكلمون عنهم كيف كانت مملكة سبأ مجتمعة ثم أصبحوا متفرقين شذر مذر كما قالت العرب تفرقوا أيدي سبع وجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق مزقهم الله سبحانه وتعالى فتناثروا في الأرض ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يقول الله سبحانه وتعالى لقارئ القرآن وللمسلم إن هذا الأمر وهذه القصة وهؤلاء آية آية لك يا عبد الله كيف أن من يشكر يعطيه الله سبحانه وتعالى ومن يكفر يعاقبه الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور قال المفسرون ولو أنهم بعد أن جاءتهم هذه العقوبة تابوا إلى الله لغفر الله سبحانه وتعالى لهم ولكنهم ما صبروا على هذا البلاء قال إن في ذلك لآيات لكل صبار أن يصبر على البلاء ويصبر على الطاعة ويصبر على كل شيء صبار شكور يشكر الله سبحانه وتعالى أحبتي في الله هذا قصة سبأ ونلقاكم في حلقة قادمة في قصة أخرى وصلى الله مبارك على محمد وعلى له وصحبه جمعين نحن نقص عليك أحسن القطص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قدره لمن الغافلين ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم